مرحب بكل أشخاص اللي بانتظار فقرة التغذية مع فرح حريري وهالأسبوع نحن نحكي عن الإرشادات الغذائية الصحيحة والسليمة لشهر روضان المبارك أهلا وسهلا بحضرتك فرح فرح قبل ما نبتدي بموضوعنا على هالأسبوع في شوية أسئلة وردت بالنسبة لأسبوع الماضي وكنا نحكي عن الديت خلال اليوم أو كيفية تنظيم الأكل خلال اليوم حكينا عن عدة أمور ممكن تقطع الشهية أو تحسسنا بالشبع من الكافيين الماء العلك الديت ناكل نوقف أكل بوقت معين ولكن قالونا أن نسينا قصة النوم إذا بناموا باكرا هل بيأثر وإذا فيه ساعات معينة للنوم هل هالأمر بيأثر مضبوط هو الأشخاص الذين لا يناموا كثيرا بالليل لا يستطيعون يضعفوا يعني الفات برنينج لا يعمل لديهم يجب أن يناموا على ساعة عشرة تقريبا يعني إحنا نقول واجعلنا ليلة ثباتة ونهارة معاشا والدراسات كلا بتقول يعني هو المبدئيا يجب أن يناموا على عشرة إذا ناموا 12 ووحدة وهكي يعني روحوا كثير من خصوصية النوم لأن النوم بيخليهم يضعفوا بيباعد عنهم الأمراض كمان يعني بدراسات كتيري هلأ الجديدة بتقول أنه النوم بيباعد عنهم أمراض لقلب بشريين باعد عنهم مستكتات قديش ساعات النوم لازم تقول يعني بدأ يناموا 8 أورز بس طبعا أي ساعة بدأ يناموا مش أنه نمنا ساعتينتين بالليل وفقنا ساعة عشرة الصباح لا بدأ يناموا بكير النوم بكير كمانا بيخلينا من لشان الرجيم بيساعدنا وكمان بيخليهم أنه ما يأكلوا ويخبصوا بالأكل بس لا يناموا بكير ما بعدوا يلاقمشوا كتير يقعدوا على التليفزيون ويلاقمشوا طبعا ما بيقدر ينام في ناس بتقولك أنا ما بقدر نام حسنا كيف معودين جسمه كيف رجل جسمه ساعة بتشوف حكيمة بيعطيها دوة بصير بتنام يعني فيه طرق فيه طرق فيه أسليب هذه بالنسبة لأنه بعد فيه كمانا شغلة واحدة بالنسبة لانقطاع الأكل أو يقطعوا الأكل بيقول لك إخر لقم إكلناها الساعة أربعة لتنينهار الساعة أربعة لأشعب هذا الشيء مفيد صراحة فيه شي جديد اسمه intermittent fasting اللي هو أنه يجب أن يأكلوا فيها أو ما بيأكلوا فيها وست عشر ساعة يعني حسب هني شو نقوا يعني مثلا يمكن يبقوا لتن يوم الصبح بلأ أكل يبالشوا يأكلوا بيوجروا ووقفوا أكل الساعة ستة عشية في ناس عم تتبع هذا السيستام في ناس ماشي حاله وماشي حاله وماشي حاله وسيستام حياته هيك يشغال يعني ما عنده مشكلة بس وهو مضبوط يعني هذا السيستام كمانا مرات أنا بنتبعه كمانا بالضايت اللي أنا عم بشتغل فيه ما في مشكلة بهذا الشي إذا عمل بلوك الجسم بمرحلة معه إذا عمل بلوك بيكتغيري له بيكتغيري له أكيد رجيمات هذا قصة البلوك كمانا ما نحكي فيها سابقا أنه في ناس بتصير منها صبورة بتوقف رجيم بس لأنه عمل جسمها شوية بلوك بس هي نسيت أنه هي ضعفة فات هالأدنى مثلا شايفت الميزان ما نزل بس هي ما شايفت الفات أنه نزل من الجسمها أنا دائما بداعيهم يكتشور لماذا ما بينزل الفات ما بينزل عن الميزان لأنه يكون عندها هرمونات مخربطة بجسمها وبالتالي مبعد يبين الميزان معنا حالأنا دائما بداعيهم يأخذوا صورة لجسمهم يأخذوا صورة للأبدومن بورت يأخذوا صورة للهبس بس لاتشوف تغيرت الصورة بمرحلة من حياتك وبمرحلة كثير قصيرة خلال الدايت كثير ترتاح نفسيتها وما تعد تطلع كثير بالميزان يعني ما ضرور الميزان هو يكون هالهاجس اللي عنا إياه مش الرقم هو اللي بدي يحولك حياتك أنت بني ما ماشي على الطريق وحاطة يا أفطى أنا وزني صار سبعين كيلو أو وزني صار ستين كيلو جسمك هو المبيان جسمك هو اللي عاطي الشكل هو كمان مرات الميزان بيعمل عقدة نفسية هلا لا لا عم نحاول نفسر للعالم دائما أنه ما كثير تتطلعوا بالميزان ما كثير دائما تطلعوا بالصورة تعيدكم صورتك قدام غيرها قدام غيرها في دفرنس بشيب بإياساتك في ناس عم بتغير إياساتك كثير كثير عم بتغير إياساتك تكون خمسة إياساتك أتنين وعبين بتصير ستة وثلاثين بس على الميزان بعده ما بيان كثير كثير نزلت يعني ممكن لازم يكون بيان عشرة كيلو ومبيان خمسة ستة كيلو فبيعملها اكتئاب وبتوقف الرجيم وبتجعب وتزيد أكل فهنا نحن نلعب على هذه النفسية على هذه الشخصية بعض السؤال بتنصح بالكيتو دايت هلا الكيتو دايت هو فات مع بروتيين يعني مع بعضهم أنا ماني مع هالشي أنا مع الرجيم إذا بدي بروتيين بس تحط فات الزيادة ما قالوا عازي هل قد يفوت فات على الجسم ما قالوا عازي مشكلة الأشخاص بني سبهم يمكن لا أنا كثير فات لشو بدك تفوتينهم فات لشو مشان ما يصير معهم أمراض لبعدنا كمان عم تكتسي أنت فات بالجسم عشرين وعلى كل شي وفي ناس كمان بس لتوقف الكيتو دايت بصير عندها بلوك بالجسم يعني أول ما أول ما توقفوا للكيتو دايت بصير جسمها بيطلع بيطلع الوزن أو هي بخلال عم تعملوا بصير جسمها بيعمل بلوك ما فيهم يعملوا شي لحالهم بدون يلجأ البروفيشنل بهذا السيستم هذا اللي كنا نحكي مع الشباب إنه لواحدك ما فيك تعمل بدك حدا يكون عم يشوفك لكن ليه في اختصاص بعدين بتظلك انت خايفين في حدا حيشوفك هالأسوق يعني ظلك ناطره هذا بالنسبة لأستاذ المشاهدين من اليوم لنبدأ بإرشدات الغذائي لشهر رمضان المبارك عاد عليك إن شاء الله وعليك يا ربو على الجميع إن شاء الله يكون شهر خير وبركة ومحبة إن شاء الله آمين كيف بدأ ناكل؟ كيف بدأ ناكل؟ بداية على الإفطار لحتى شيل كل المساوط هل ينبدأ من السحول؟ إذا بدأ نبدأ بالإفطار أول شيء أول شيء أول شيء منفطر على تمرة ومي ليه منفطر على تمرة؟ لأنه هي بتكسر السكر اللي واطي كان بهلي يعني كان عم يوطر السكر معك خلال السيام أخدت تمرة عليت لك رجعت مستوى السكر بالدام وطبعاً هذا عن السنة يعني أنه ناخد تمرة أو ثلاث تمرات بعد مشربة ماء بس شربة ماء شو عملت الماء بالجسم؟ رجعت ضغرة رجعت رطبت الجسم من بعد ما كان شو؟ بعد ما كان مقطوع عنه الماء كذا كذا الساعة فإذا ضروري تمرة وماء مش عصير حتى نلبيك المعدة لا تمرة وماء هيدا الأساس هيدا الأساس أنا دايما بشدت على هالشي من بعد هول ناخد الشربة شربة خفيفة يعني فيها ممكن تكون كاس صغيرة شربة عدس أو شربة خضرة شو بتعمل الشربة؟ بتلين المسران وبتجع كمانا بتخليك أنه أنت عم بتمهدي حالك للأكل للأكل مش ضغرة مبلش ناكل بطاطة مقلية والأساس الموجودة ضغرة على الطاولة والمعجنات لا فيه أساليب فيه ستابس بنمشي عليهم بالأفطار يعني بنعمل هاي لحتى تمنع ما يصير في تلبك معدي ويسي عندك مشاكل بالمسران يعني بتعفيفة كتير مشاكل بتصير برمضان من مرات بيكون فيه جهل صراحة بطريقة الأكل فإزلا الشربة بنرجع الفتوش أكيد فتوش هيدا كل العالم بدا تاكله بعض الفتوش بنرتاح شوي وبعدها نبلش بالواجبة الرئيسية شو هي الواجبة الرئيسية؟ مثلا ممكن تكون كبة بالصينية ليش منيحة الكبة؟ لأنها هي فيها لحمة ولحمة منيحة لحتى ترجع تعليلي مستوى الحديد حتى ما يصير معها في إردام خاصة لعندهم مشاكل في إردام فإزلا هاي بتساعدنا اللحم من مال والبرغل بيساعدنا من مال لأنه كمان بيرجع بمشي النصران عندك مغربية عندك الخروف عندك كترة الأكلات الرمضانية مضبوط صحيح مغربية ولبن كمان هذا كتير نافع لنا أخذوا نشويات مركبة مع حمص وحمص بعتبرها نشويات مركبة مع بروتينات وأخذوا لبن عجلا لأنهم عايزين يأخذوا لبن لأنه نحن عايزين مصدر للكالسيوم بألسيام لأن عادة برمضان أصلاً ما منشرب حليب ولا مناخد لبن فاللبن كتير محبز أن يتخذ على طاولة الإفطار فيها عندك مغربية عنك ملوخية ملوخية على دجاج مع ريس كمانا هيدول الأمور كتير مننصح فيهم أنه كمانا هن منح لحركة المسران الحلويات يا ربنا كلون نجينا الحلويات حلويات هلأ هو صراحة نصح هل يأكلوا الحلو مباشرة بعد وجبة الإفطار أو يأخذوا بريك؟ لا يوجد نحيك هي عم تحفي تكوني معزومة؟ صح معزومة غير وضع بس أنه قداش بيصير في تلبك المعدمة بعد ما تكوني أكلت كل هالأكل والحلو وراهن قداش بيصير في تلبك؟ ينطروا شوي على حالهم ينطروا شوي بعدها يأخذوا حلو صراحة أنه ليش العالم كتير بتركض على الحلو برمضان؟ ليه بتركض على الحلو؟ طب أوكي ما عندها فروتس يأخذوا طاقة كل نهار يأخذوا طاقة من الفيك المجففة مثلا عندك تمر المشوش المجفف والتين المجفف والجوز واللوز يعني فيهم يأخذوا طاقتهم من هدولة ليش حابين الحلو؟ حيقوموا ليها لا أعرف يأخذوا حبل واحدة هناك أشخاص بتنطر رمضان لأنه في حلبيات خاصة بشهر رمضان المبارك مزموط الشعيبيات حابي بحلي ما يمشي الحال مثلا لا يمشي الحال بحبي رمضان أكل بس الحلو طيب تاني يوم ما بيعطشوا تاني يوم كمان ما بيصير في عطش طيب شو أخذوا غزة؟ بدي أعرف أنا شو الغزة اللي أخذوا؟ نحن ما نأخذ غزة يعني من نهاية أنت بريك سومي وحار محالي كل نهار صحيح سوم وتصحوا بس كمان بدي تعرف شو تأكله شو تأكله على الإفطار؟ شو الأكل المزبوط على الإفطار؟ هذا اللي نحن عم نقوله دايما طيب هذا الإفطار الحلو؟ الحلو حبت حلو؟ حبي أنا شو بنصح بأنواع الحلو؟ فيهم يأخذوا الحلو اللي هو أضبط أنواع اللي هو أطايف بجوز ليه أطايف بجوز؟ لأنه أول شي فيها جوز اللي هو كتير فيه أوميغا 3 مفيد لألنا للجسم وأغانست كوليسترول وأطايف مانا ما فيها سمنة متل ما فيها أنواع الحلو الثانية يعني الأشطاء؟ وإذا بلحطوا قطر ضايت حطوا قطر ضايت عليها ما فيه مشكلة ما أحب بحقلهم؟ ثلاثة حبة أطايف جوز والأشطاء؟ والأشطاء كمان حبتين أو ثلاثة بس طبعا الجوز أفضل ولكلاج؟ هذا الكلاج صار حلو عم نرجعنا للموضوع الحلو العربي العادي أنا شو بنصح؟ بنصح بالأطايف الجوز وإذا بدون يأكلوا أنواع الحلويات الأخرى؟ أنا حبة واحدة بنرجعهم حبة حبة طيب من بعض الحلو لحديت السحور شو ممكن يأخذوا؟ هؤلاء هنا تجربوا أشباعوا يوجدون سحور هناك أمور أصحور نجد أن يقوموا على سحور يأكلون آموا عصحور يأكلوا خبز أسمار مع بروتينات يعني لبنة جبنة حبش إذا بدوون يأخذوا فول وحمص فلون يأخذوا فلو حمص لكن ليس معلبيت لأنهم يكونوا ملحين كثير إنتHH تماعة شون تاني يوم. فول وحمس معتبرون نشويات مركبة. أو فيهم يأخذوا عدس حامض. أو على الإفطار يأخذوا عدس حامض كمانا. هذا كثير كمانا بيشبع لتاني يوم. فنشويات مركبة فيهم يأخذوا صباحا. ويأخذوا حبة فويكة. وبدون يأخذوا كاسة لبن كمانا يأخذوا على السحور. هناك ناس بتجيب منائش وبتجيب على السحور. كاكب تكون. كاكب نجمعه. بس مش كل يوم يعني. كاكب نيوتلا. خلينا نستفيد من السيام. خلينا نستفيد سيامنا عن جد راحة للشهز الهضمي. راحة للجسم ضد بشيل الكوليستيرال. لنما تصدق أنه في أشخاص كثير بتأخذ. بتعمل بلوت تست عندها أول السيام. وبتجع بتأخذها آخر شهر رمضان. شوف أداء بيتغير عندها. نسبة الكوليستيرال كثير بتتحسن. تراجليستيرال بيتحسن. حتى السكرة بيتحسن. السكرة للأشخاص اللي مسمحلون أن يصوموا. كمانا بيتحسن عندهم. لأنه أنت ريحتك كونكرياس. ريحتك الليفر عندك. ريحتك كل الأعضاء بالجسم. الحامل اللي بدأت تصوم. شو بتعمل. الحامل اللي بدأت تصوم. شو بتعمل الحامل. مش أنا بقرر له. بس في حال بدأت تصوم. كيف تأكل؟. تأكل مثلنا. بس بدأت تزيد الكمية شوي. بدأت تزيد كمية الأكل. وهو شوي لقدامك. هلأ كنا عم نقول. بالنسبة للأشخاص اللي بدن يكلوا معمول بالجوز. معمول بالجوز فيها هالأدة فات. حبة معمولة واحدة. يعني إذا تطلع هالأدة فات. أنه عنجاد كثير كثير فرستريتنج. العسمالية مثلا هالأدة فيها كمان. حبت العسمالية اللي هي هالأد. هلأ اللي بدأ ياخد كنافة بالجبنة. أحلى وأحلى. كلها فات. ما لفوق. هيدا إيه يعني أكتر شي. اللي بيكتاخدها ما نقوشة. العالم كلها بتحب المناقش. هالأد فيها فات. نحن نفكر إنه ما نقوشة إنه ما كثير فيها. فيها. فإذا. بعد شي وحدي أقل الشي. شي مكلف. شو هيدا. أقل الشي حبيتيها. هيدا راقات بالجبنة. طب نأخد. حبة واحدة. حبة واحدة هاي. هتاخد واحدة. على العشاء على الإفطار. أكيد هتاخد ثلاثة أربعة. طب ولا حتى بالفرن. يعني وصوط لهذا. ولا حتى بالفرن ما شويين. لا أنا ماني ضد إنه تأكله يعني. نفس الشي نفس الفكرة. نفس الشي هي تشيز أسة تشيز. هي شو فيها فيها كالوريس فيها فات فيها كالوريس. لا وهي فرق كمان بين إنها مقلية ومشوية. مقلية. هل تفرق مثلا مقلية يعني مشوية بالزيت يعني. هل تفرق. ما عم لين أولادك معي. مصملعة زيت. هلأ أولادي بيعانوا صفور كثير. فهيد أبيل هاي. بيأكل كل شي. ما كثير هني ما كثير بيحبوا الأكل. مريحين نفسهم من القوانين. بعد في شي بنا نقول رمضان. ذاكرين لسا في شي نحن نقصعين. الماء ضروري يشربوا ماي. بدون يشربوا ماي بين الإفطار وصحور كثير كثير. حتى يقدروا الضائدان لتاني يوم. لأنه طبعا في شمس. يعني بل حتى يقدروا الضائدان ومي يجع عن راسهم كمان. واللي بدون يشربوا كافيين الأشخاص اللي بيصير عنهم كافيين. يعني هني إذا وقفوا كافيين بيصير عنهم واجع راس. كمان هدول بدون ينتبهوا قبل رمضان بأسبوع. بدون يحاول يخففوا كثير كافيين. اللي بيشربوا عشر كبايات. قهوة بدون ينزلوا لخمسة بعد ينزلوا لثلاثة. حتى لما يفوتوا على رمضان ما يصيبوا واجع راس. في ناس تبقى أربع خمسة أيام. ما بيروح واجع الراس منها والميغران. بدون يتبهوا على الشي كثير. شكرا مفرح. حبيبتي نشوفك على حين. نشوفكم مشاهدينا آخر. إلى اللقاء. شكرا.